تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع جوم الحوثين الذي تبنوه باستخدام الصواريخ والمسيرات كان محط اهتمام متركب من قبل الرأي العام الدولي ففي استجابة لهذا الجوم أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تدرس الرد على الحوثين الذين استهدفوا مدينة إيلات بإطلاق الصواريخ باتجاهها سبيل الجيش الاحتلال الإسرائيلي أن أعلن في وقت سابق عن اعتراض الصاروخ غادم من منطقة البحر الأحمر والذي كان متوجها خارج الأجواء الإسرائيلية وبعد ذلك تبنت جماعة الحوث المسؤولية عن إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل ردا على تصريحات جيش الاحتلال الذي أعلن التصدي لهدف جو محتمل في إيلات في بيان صادر عن المتحدث العسكري للحوثين العميد يحيى سريع أكد أنهم قد أطلقوا عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة على أهداف مختلفة في الأراضي المحتلة هذا البيان يشير إلى أن الفجوم كانت طابع واسع النطاق واستهدف أهداف متعددة داخل إسرائيل